أمر طبيعي أن يمر أي بلد في العالم بأزمات فهي مكون رئيسي من مكونات حياتنا البشرية بكل ما فيها من تعقيدات متزايدة بمرور الزمن لكن هنا في مصر لم تكن لتترك أبناءها دون اهتمام ورعاية فالمعادلة موجودة قيادة حكيمة تراعي الشعب وتحافظ على مقدراته وشعب لم يكن ليترك وسط أمواج الحياة من دون يد تعينه على الوصول إلى بر الأمان وإكمال حياته في خدمة وطنه وطموحاته المشروعة كلما ظهرت مشكلة تكاتفت إليها مختلف الجهات سعيا لحلها وبطرق متنوعة من بينها مبادرات رئاسية بالمجالات كافة ساهمت وتساهم بشكل فعال في القضاء على عدد كبير من المشكلات التي جثمت على صدر بلدنا لسنوات طوال بهدف دعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عن كاهله وتمكنه من عيش حياة كريمة من بين تلك المشكلات أزمة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة التي اختارت الوقوف بإيجابية للتصدي للمشكلة ومواجهتها بدلا من هروب لن يؤدي إلا إلى كارثة غير محمودة العواقب ومع اتجاه الدولة لتقنين أوضاع تلك المخالفات لتحقيق أهداف تنموية عدة وسط تجسيرات في التقدم بالطلبات ودفع قيم المخالفات التي تشهد تخفضات كبيرة ظهرت على الواجهة مشكلة أخرى تتمثل في محدودي الدخل لتحمل المؤسسات الأهلية الأمر على عاطقها مع إعلان حزب مستقبل وطن تحمله قيم التصالح لألف حالة بكل محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي 27 ألف حالة في وقت قررت مؤسسة حياة كريمة تخصيص 150 مليون جنيه لتتحمل قيم التصالح في مخالفات البناء بعدد من المحافظات لتعلن بعدها الجهتان إعداد دراسة متكاملة لدعم كل محدودي الدخل الراغبين في التصالح بمخالفات المباني وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ليصبح الأمر في مصر غير قاصر على سن القوانين والتشريعات فحزب وإنما على مساعدات حكومية وأهلية على وضع تلك القوانين في إطار تنفيذي صحيح وميسم